في 19 يناير من كل سنة كان أبويا في الريف بقى احنا في المكان اللي احنا كنا فيه في قرية تفانى الأشراب قرية ريفية كده وكان غالبية الناس اللي في الريف تبصت لقوا يوم يقولك يوم الغطاص الصبح كده تلاقي كل أب ولا كل أم ولا الولاد اللي موجودين سواء بنات أو ولاد تبصت لقوا يوم القصب ده مادة رئيسية وأساسية معاه في البيت تبصت لقوا وليج الأمر كده داخل أبويا مثلا الله يرحمه تبصت لقوا كده داخل ومعاه بيسموها لبشة قصب ايه اللبشة القصب ده اذا ما حدكوا شايفين كده اللي هي بتطلع على الأرض كده ومعاه كمان أفص برطوان كان فيه واحد يعني أعلى ما أتذكر عم إبراهيم عبد الواحد تقريبا أو حاجة كده كان القصادنا بيبيع الحاجات دي وكانت عندنا الحاجة فواكه ربنا يا لحمه كانت الناس في اليوم ده كان يوم يعني يوم من الأيام الحلوة هني بسا نزل ده كده وحط ده كده على تاخد واحدة طب بسرّة سرّة عايز أقول لكم إن إحنا تعبنا أول نهارده لحد ما جبنا القصب اللي هو اللبشة دي أو الحزمة دي في القاهرة هنا غالبية القصب اللي بدأ بيبقى متنظف روحنا المهارده قدام كنيسة من الكنيس لحد ما جبنا القصب بالطريقة دي وكدت أنا يعني عندي حرص شوية إنه نجيبه زي ما هو كده زي ما كنا بنشتريه من الأرض لما نروح نشتريه قصب من الأرض في اليوم ده اللي هو يوم 19 يناير من كل سنة لأ كنا فاهمين بقى عيد الغتاص ده بتاع مين ولا جاي ليه ولا رايح فين ولا ولا مين اللي بيحتفل بيه ولا لا هو طقس من تقوس مصر طقس من تقوس كل بيت مصري اللي بيطلع النهارده الخارف اللي يفضل أقول لك ما تهنيش ما تعملش ما يفهمش إنه ده بقى جزء يعني الأعياد دي بقى جزء من تكوين المصريين ما فيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي في القيادة دي خالص خالص ولا عمرنا فكرنا يعني يعني أبويا الله يرحمه ما كان يخش البيت بالقصب لو أبويا ما دابش قصب ما يبقاش أبويا في اليوم ده يعني لو ما دخلش بالقصب كده قدت بصلاقي ايه كل واحد مننا أنا كنت أظهر إخواتي وما زلتي على أظهر إخواتي فالغضب بيبقى عند الولاد حتى اللي بشت القصب وقتها كد بفلوس قليلة وكنا نروح نجيبه من الغيط هو أبويا يبقى موجود بيحنا لو روح نجيبه من الغيط وبين وبين كنا أربعة من زمايلي كنا يوم الغتاس ده الصبح كنا نروح ننتش من الغدة عدين قصب ونسرق من الغدة عدين قصب ومن الغدة كنا صغيرين يعني تسع سنين وعشر سنين نخطف من ده عدين قصب ومن ده عدين قصب كان معانا واحد اسمه طارق فاروق زي منا العزيز كان طارق فاروق ده حريف وهو اسمه واحد اسمه برضه عصام العجمي كان الاتنين ده الحريف فان هو أول ما يخش البتاعك هده روح طلعلك باللبشة قصب زي ده يقول الرجل بتاع القصب يجري وراءنا واحنا بنجري كان لها فرحة كان لها طعم يعني فكرة الاحتفال ملهاش والله العظيم ما لها علاقة بالعدة إيه لها علاقة بالنداة طاقس من تقوس البلد طاقس من تقوس المصير أجمل حاجة ببلدنا انه كل فترة كده بتيجي حاجة بتفرحنا بتيجي حاجة بتبهجنا بتيجي حاجة بتقول لنا خلي بالكوا مصر دي فيها كذا وكذا 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 طاقوس لازم تحافظوا عليها أنا أتخيل ان احنا مثلا في القاهرة في المحافظة قليل قوي ما تلاقي واحد بيأكل أصد يعني باستثنى طبعا اللهم متعودين على ده ولو البيت ما فيش فيه جد أو أب مثلا عدى الستين أو السبعين البيت ما عادش بيحتفل ما عادوش بيحتفل بل إلا في الكنيسة اللي هي بيبقى الموضوع فيها مرئي جدا لكن في الريف ده تقسم تقوز الريف في الوقت ده الوقت 19 يناير النهاردة طبعا 20 يناير عشان السنة سنة 2016 زي ما بيقوله كده سنة كبيسة طيب القلقاس بقى ده خلينا بس أشكر الست مباسم ربنا يديها الصحة وطلط العمر أنقذتنا باسم ده زمينة هنا في القناة فانا كنت جايب القاس ناي فقالوا لي منفعش القاس ناي فالحقيقة الست مباسم أنقذتنا ربنا يديك الصحة يا ست الكل أنقذتنا وبعرضت لنا الطبق ده أما ده بقى إحنا السنة اللي فاتت خدناه من حبيبنا وراجل من طين هذا البلد اسمه المهندس مجد سومويل السنة اللي فاتت عملنا شوية حاجات كده بالسبح بالمقارونة بطريقة المقارونة في الخيط كده وبتاعه كده رائع بس السنة دي ما حبيتش أجهده ورغم أننا كلمته النهاردة الصبح وكنت بعيد عليه زملتنا يستينا سعيد الحقيقة قالت لا أنا ممكن أعملك ده فهي عملت لنا دول كده بصورة سريعة على فكرة يستينا وانت مروحة أخدي نص كيلو برتقان ولا حاجة نظير إن انت عملت لنا الحاجة دي وطبعا مباسم أنا بشكرها شكري جزيل طيب إيه بقى فكرة الغطاس بصورة سريعة كده لا غطاس بدون قصب بدون قصب وقلقاس ده في صحيفة الأخبار النهاردة صفحة 2 يحتفل المسيحيون اليوم بعيد الغطاس الذي يوافق 19 هنال عن كل عام لكن هذا العام يوافق يوم 20 نظرا لكون سنة 2016 من السنوات الكبيسة وهو يوم معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد يوحن المعمدان ومن أبرز العادات بين الأقباط في ذلك العيد تناول الألئاس ومعه أعواد الأصب وتوضح الدكتورة سامية أدري خلي بقى حضرتكم من الرأي اللي جاي ده مين الدكتورة سامية أدري وظيفتها إيه؟ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس بتقول إن أي رمز ثقافي له معنى وكان المصريون في بداية المسيحية يتخذون من البيئة رموزا للمعاني الدينية فاتخذوا من القلقاس والقصب اللذين يزرعاني في طربة عميقة ويحتاجان إلى مياه كثيرة رمزا للمعمودية التي تغسل في الخطية باعتبارها الفكر الأساسي للعقيدة المسيحية ومن هنا كان أكلها هي عيد الغطاص أو في عيد الغطاص الأسباب يعمل إيه؟ كما تقول الدكتورة دي مادة هلامية سامة إلى أنها إذا اختلطت بالماء تحولت إلى مادة نافعة مغزية كذلك من خلال ماء المعمودية يتم التطهير من سموم الخطية كما يتطهر القلقاس من مادته السامة بواسطة ماء الطعي القلقاس كمان بيدفن في الأرض والقصب بيدفن في الأرض فعشان كده فكرة الارتباط بالبيئة والطربة كان فيه يعني فكرة أنه دول أكثر من النباتات اللي بتزرع في الأرض وبتبقى تزرع في الأرض بعمق يعني كارولين كامل هي كتبت برضه السنة اللي فات بس كتبت برضه السنة دي زملتنا العزيزة بتكتب في الشروق عيد الغطاص فانوس برتقالة وحلت قلقاس أدي فانوس برتقالة يستينة سعيد عملتونهو ونبا بد يستينة سعيد مجنيو ولا حاجة لو مشت قبل ماحلن قلاص الفقر بس احنا فاضل هنا خمس زي تاخد ربع كيلو برتقالة وماشي ولا حاجة أدي الفانوس البرتقالة وحلت قلقاس دي حالة القلقاس زي ماقول لحضراتكم كده اه والله اه انت عندوك عيش ما عندكوش عيش صاح تستم ايدك مباسم والله تستم ايدك عشدت الكل هنقل برتقالة بعد شوية في القصر ده بتقول كارولين انه عيد الغطاس فانوس برتقالة وحلت قلقاس بتقول برضو كارولين كده احنا لما هكونا صغيرين كنا منوع جنب بابا هي واخوتها ويفضلوا بابا كارولين اللي هو عم كامل يجيب البرتقال كده ويعملوا بطريقته ويحط في الفتلة ويحط في العقد كده نازل منه بيبقى ليه تقوس كده يعني شبه شبه ده ويعمل الهلال والصليب والحاجات دي كلها بحطها أو يعمل الصليب بس نعملين الهلال نظرا للوحدة يعني فالحاجات دي كلها قالولين بتقول كنا نختفى من قدام بابا بابا يجيب كده مثلا ثلاثة كيلو مرتقان وحطهم جنبه ويجيب تربيزة ويجيب كتر ويجيب خيط صغير كده ويفضل يعمل الحاجات دي وهم رايحين الكنيسة بتقول الدنيا بتبقى مطارة بسيط أو بتبقى هوى بسيط فهي وجهة نظرها إنه الهوى بيبقى بسيط قوي عشان بتاعة الشمعة نفسيها ما تطفيش ولما يروح الكنيسة بيتفخروا إنهم باباهم عمل لهم حاجة محافظين عليها بعمل لهم حاجة من التراث عمل لهم حاجة من القيم عمل لهم حاجة من الأسليب والأعياد والتقليل اللي هما بيعملوه في عيد الغطاص